بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد برامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثاني تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم التدريب على أعمال الكروشه ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على أعمال الكروشه الأهداف الخاصة أن يسمي الطالب والطالب الأدوات اللازمة لأعمال الكروشه أن يذكر الطالب والطالبة استخدامات الكروشه وأيضاً أن يحدد الطالب والطالبة احتياجاتها من الأدوات لعمل الكروشه وأيضاً أن يتبع الطالب والطالبة خطوات عمل الكروشه قوانين درسنا لهذا اليوم لدينا قصة أبطال قصتنا اللي هم أولا الجد لدينا هنا ولدينا هنا سارة ولدينا خالد نرى الآن ماذا حدث في قصتنا يريد خالد شراء هدية لجدته بمناسبة ختمها حفظ القرآن الكريم إذن يريد خالد ماذا شراء هدية لجدته بمناسبة ماذا ختمها حفظ القرآن الكريم توجه خالد إلى محل الهدايا نرى هنا خالد وهو يتوجه إلى أين؟ إلى محل الهدايا من وجد داخل محل الهدايا؟ وجده اللي هي الموظفة سارة قالت له تفضل قال أريد هدية لجدتي بمناسبة ختمها حفظ القرآن الكريم قالت له سارة أنا فنانة كروشيه أقوم بصنع بعض الأعمال من الصوف ولدي هنا بعض أعمالي ونرى هنا سارة عرضت بعض أعمالها من الكروشيه على خالد خالد إذا نرى هنا في الصورة أعمال ماذا؟ أعمال الكروشيه للفنانة سارة قالت له سارة هذا المفرش من أعمالي جميل ورائع مصنوع من الصوف الخالص وأقترح أن تعطيه جدتك هدية إذا ماذا قالت سارة؟ هذا المفرش من ماذا؟ من أعمال سارة جميل ورائع مصنوع من ماذا؟ من الصوف الخالص وأقترح أن تعطيه جدتك هدية ونرى هنا ماذا؟ اللي هو المفرش اللي صنعته سارة هنا قرر خالد شراء مفرش الكروشيه هدية لجدته وهنا ماذا فعل خالد؟ قام بالشراء ماذا؟ شراء مفرش الكروشيه هدية لجدته نرى هنا خالد توجه إلى جدته وأعطاها اللي هو ماذا؟ اللي هو مفرش الكروشيه وفريحة الجده كثيرا بهذا المفرش الجميل من صنع المفرش؟ اللي هي الفنانة سارة طيب طلابي لدينا هنا سارة ماذا تقول لنا؟ تقول أنا فنانة كروشيه أقوم بصناعة بعض الأعمال من الصوف مثل ماذا؟ مثل المفارش مثل المفرش اللي اشترى خالد هدية لجدته طيب طلابي لدينا هنا هذا السؤال يقول من هي؟ أو تقول لنا من أنا؟ أنا فنانة كروشيه أقوم بصناعة بعض الأعمال من الصوف مثل المفارش فمن أنا؟ ماذا تسمى؟ ها؟ ماذا تسمى؟ هل تسمى؟ فنانة الكروشيه أو تسمى المصورة ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ ماذا تسمى؟ أحسنتم اللي هي تسمى فنانة الكروشيه إذن ماذا تقول لنا؟ أنا فنانة كروشيه أقوم بصناعة ماذا؟ بعض الأعمال من الصوف مثل المفارش ولدينا هنا لفنانة الكروشيه طيب طلابي الآن سوف نتعرف أو سارة سوف تخبرنا عن ماذا؟ عن أدوات الكروشيه أدوات ماذا؟ أدوات الكروشيه كيف نستطيع أن نصنع هذا المفرش؟ مثل المفرش اللي أهداه خالد لجدته نرى هنا ماذا نرى هنا؟ ها طلابي ماذا أرى هنا في هذا الفيديو؟ مجموعة من ماذا؟ ها؟ مجموعة من ماذا؟ أحسنتم إذن أول أدوات الكروشيه اللي هو خيوط الصوف إذن نرى هنا خيوط ماذا؟ خيوط الصوف مرة أخرى ماذا نرى هنا؟ نرى اللي هي ماذا؟ اللي هي خيوط الصوف ولدينا ألوان متعددة طيب طلابي لدينا هنا أيضا من أدوات اللي هي الكروشيه ماذا نرى هنا؟ نرى اللي هي ماذا؟ اللي هي إبرت الكروشيه إبرت ماذا؟ إبرت الكروشيه ولدينا هنا مقاسات متعددة لإبرت الكروشيه تبدأ المقاسات من اثنين ونص ثلاثة ثلاثة ونص أربعة أربعة ونص وخمسة خمسة ونص وستة وأيضا في مقاسات للخيوط الكبيرة سبعة وثمانية وأيضا تسعة وعشرة طيب طلابي نرى الآن هنا مع المعلمة ها نرى هنا ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ نرى اللي هي ماذا؟ أحسنتم نرى هنا خيط الصوف ونرى هنا ماذا؟ ها ماذا أرى هنا؟ ذكرتها الآن اللي هي ماذا؟ أحسنتم اللي هي إبرت الكروشيه إذن أدوات الكروشيه فقط اللي هو الصوف والإبره لنستطيع صنع ماذا؟ صنع المفارش طيب طلابي نرى الآن هذا السؤال من أدوات الكروشيه ماذا ذكرت المعلمة؟ إبرت الكروشيه أو اللي هو لدينا هنا أحمر الشفاة ها طلابي من أدوات الكروشيه إبرت الكروشيه أو أحمر الشفاة؟ ها أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم لدينا هنا اللي هي ماذا؟ إبرت الكروشيه من أدوات ماذا؟ من أدوات الكروشيه طيب لدينا هنا أيضا ها من أدوات الكروشيه خيوط الصوف الملونة أو الأزهار ها طلابي من أدوات الكروشيه خيوط الصوف أو الأزهار ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم لدينا هنا الإجابة الصحيحة اللي هي ماذا؟ من أدوات الكروشيه اللي هي ماذا؟ خيوط الصوف الملونة طيب طلابي لدينا الآن تدريب عملي لدينا تدريب عملي لماذا؟ اللي هي غرزة البداية لعمل الكروشيه وأيضا اللي هي غرزة السلسلة نرى هنا طلابي في هذا الفيديو مع المعلمة نجهز اللي هو خيط صوف وأيضا إبرة خيط صوف وإبرة كروشيه مثل ما هو واضح معنا هنا نرى الآن في هذا الفيديو في البداية ماذا سنفعل؟ نأخذ الإبرة ونعمل اللي هي غرزة البداية بهذا الشكل تكون على شكل عقدة على الإبرة ثم نأخذ الخيط وندخل فيه هذه الغرزة اللي عملناها في البداية بهذا الشكل ليتكون معنا ماذا؟ اللي هو سلسلة من الصوف مرة أخرى نشاهد الفيديو إذا نأخذ الإبرة بهذا الشكل نلف الخيط الآن ماذا سنفعل؟ اللي هي غرزة البداية بهذا الشكل تكون على شكل عقدة على الإبرة ثم نأخذ من الخيط وندخل فيه هذه الحلقة حتى يتكون معنا اللي هو سلسلة من ماذا؟ من الصوف مرة أخرى طلابي نشاهد مرة أخرى إذا ذكرنا نأخذ الإبرة بهذا الشكل ماذا سنفعل؟ اللي هي عقدة على الإبرة بهذا الشكل طلابي ثم نأخذ من الخيط وندخل داخل هذه العقدة حتى نكون ماذا؟ اللي هي سلسلة من الصوف بهذا الشكل طلابي طيب الآن طلابي وطالباتي نتعرف على ماذا؟ استخدامات الكروشي استخدامات ماذا؟ الكروشي نرى هنا أين ممكن أن نستخدم الكروشي أولا في ديكور المنزل مثل مفارش المطبخ لدينا هنا هذا الشكل ولدينا أيضا هذا الشكل ونرى هنا أيضا مع المعلمة هذا الشكل أيضا نستخدمه اللي هي مفارش مفارش المطبخ مصنوعة من ماذا؟ مصنوعة من الصوف أحسنتم إذن كيف صنعناها هذه؟ باستخدام ماذا؟ باستخدام الصوف وأيضا إبرة الكروشي طيب طلابي وطالباتي تعرفنا اليوم على ماذا؟ أحسنتم على اللي هو الكروشي وأيضا تعرفتنا سارة على ماذا؟ اللي هي أدوات الكروشي وأيضا تعرفنا على ماذا؟ استخدام الكروشي وأيضا تعلمنا اللي هي ماذا؟ اللي هي غرزة البداية وأيضا غرزة السرسلة لعمل الكروشي انتهى درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة